اطلع الأستاذ علي الكثير رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقال الجنوبي من قيادة منتدى صخرة الجنوبة بالعاصمة عدن على نشاط المنتدى واستمع الكثير من قيادة المنتدى إلى شرح موجز عن برامج المنتدى التي تهدف لنشر ثقافة الحوار وتمكن المرى الجنوبية وتطوير غدراتها في مختلف المجالات الحياتية وتبني قضاياها والدفاع عن حقوقها ورفع الوعي لديها وأشار رئيس الجمعية الوطنية إلى أن دور المرأة الجنوبية دور تكامل في المجتمع الجنوبي مؤكدا حرص المجلس الانتقال الجنوبي لتمكن المرأة الجنوبية سياسية اقتصادية واجتماعية